لم نلبث أن نصل إلى مستويات الستة ألاف نقطة ومئة بالأمس حتى عدنا لنخسرها مع نهاية شهر يناير السوق خسر قرابة تسعة وثلاثين مليار جنيه في شهر الماضي هل يمكن أن نعوض جزء من هذه الخسائر برأيك بشهر فبراير واليوم هل هي متأثرة بالتراجعات العالمية أم بالقرارات الحكومية التي نسمحها حول الواردات حقيقة البورصة البصرية كحال البورصات الخليجية بتتعرض لضغوط أغلبها بيبقى من خارج البورصة نفسها يمكن مش متعلقة بالاقتصاد المصري تحديدا حتى يمكن القرارات الحكومية الأخيرة يعني أعتقد أنها قرارات إيجابية في الأجل المتوسط والطويل وبالتالي إذا كان الناس بتبني سلوكها في البورصة الاستثماري على توقعات فأعتقد أن التوقعات مفروض تكون للأفضل وليس للأسوأ لكن دعيني أمرر ملاحظة كده يمكن لحظتها على مدار الأربع شهور الماضية في شهر أكتوبر عندما أغلق السوق عند 7500 نقطة كان الأجانب صافي مشترياتهم فوق 750 مليون جنيه وفي شهر نوفمبر عندما كان السوق في حوالي 6350 نقطة كانت مشتريات الأصافي مشتريات الأجانب 337 مليون جنيه لكن في ديسمبر ويناير الأخير والديسمبر الماضي وجدنا في صافي بيع ب 144 مليون جنيه في شهر ديسمبر رغم أن المؤشر بدأ ينزل في الولادة أواصل ل7006 نقطة وبعد كده المؤشر بدأ ينزل لغاية وصلنا للوضع اللي كنا عليه في نهاية يناير 5992 شوف نصافي بيع ب 549 مليون جنيه في شهر يناير هو السؤال ليس من هل الأجانب الذين اشتروا في أكتوبر ونوفمبر بما يزيد على مليون جنيه هل هم الذين بيعون في ديسمبر ويناير وهل متصور أن هم يبيعوا بخسارة يعني اشتروا عند مؤشرات يعني الأسعار اشتروا بها بقيمة أعلى من الأسعار المتدول بها الآن أم أن هناك نوعية من الأجانب تمارس ضغوط على السوء بحيث تتماشى مع الأوضاع التي تحارب فيها الأوضاع في مصر يعني هل تقصد هنا أستاذ عيسى بالظبط كده يعني أقصد لي فيه فئات ما عندهاش مشكلة في أنها تخسر بقدر منها مشكلة أنها تزعزع الثقة لدى المستثمرين تزعزع الثقة في الاقتصاد تعمل إرباك في المشهد الاقتصادي إلى جانب طبعا ما تسعى إليه بعض الأطراف إلى خلق نوع من الزعزع السياسية والأمنية داخل البلاد فهو أمر فيه تقديري لا يخرج عن ما يجري في سيناء وما يجري في حادث إرهابي هنا أو هناك إذا كان هناك تفجير بالعبوات فينا تفجير بالأموال وهذا أمر أرجو أنه يتم دراسته جيدا لأنه نوعية الأجانب يشغل عندنا هل هم نفس الأجانب يشتروا بأسعار وباعوا بالأسعار الرخيصة دي دول ما بيقوش أجانب يعني إيه بقات السيطرة كده للمضاربين على الأسواق سواء المصريين أو غير مصريين طيب ذكرت بأن عملية التعديل على التعرفة الجمركية على السلع ستكون إيجابية أستاذ عيسى لكن حسب وزير التجارة هي ستوفر 3 مليارات جنيه لكن ما تأثيرها على الشركات المصرية ألا تعتقد بأنه سيكون عملية أيضا رفع على السلع التي سيتم استيرادها على المستثمر وأيضا ربما على المستهلك النهائي هو هنا يعني ناخد بالنا من حاجة أنه الهدف هو تقييد الاستيراد مش زيادة الاستيراد خاصة أن إحنا عندنا السوق فيه مصانع في السوق المحلي بتنتج سلع مسيلة للسلع المستورات زي التلاجات وفيه سلع طرفية يعني مش هيفرق معها يعني زي السجاير مش هيفرق أن الواحد رفع الضريبة 10 أو 20 أو 30 في المية ثم أن الزيادة زادت 10 في المية من 30 في المية إلى 40 في المية يعني زادت حوالي 33 في المية عن المعدل السابق وبالتالي هي لا تؤثر على السواد الأعظم من المواطنين وبالتالي بد يريد أن يشتري تلاجة بزيادة 10 في المية في جماريك هيشتري عنده في السوق المحلي حاجات مش هتبقى متعارضة لهذا الضغط يشتري منها فأعتقد أن لها هدف مزدوج هو تخفيف الضغط على العملة وفي نفس الوقت زيادة الطلب على المنتج المحلي خاصة أن فيه منه يعني جيد جدا إنشاء برصة للسلع يعني جاءت مباشرة بعد هذا القرار أستاذ عيسى ما هو الرابط اليوم بين عملية رفع الأسعار أو الجمارك على بعض السلع وعملية الإنشاء البورصة وهل ستؤتي مفعولها بضبط الأسعار بالنسبة للسوق المصري برأيك هذه البورصة يعني ممكن أقول أنها صدفة لكنه فيش رابط يعني بينهم وبين بعض لأنه مش كتير الأمور اللي بتحصل في باصر بالضرورة فيه تنسيق بين القرار وبين نتيجة بتحصل خاصة أن هذا الموضوع يعني أعتقد أنه كان فيه شغل كبير عليه الفترة الماضية وكان فيه دراسة جدوة اتعاملت عليه أو كانت منتظرة لهذه القرارات اللي جاءت بعد صعود الأستاذ طريق عامر لسدة المحافظ البنك المركزي فأعتقد لا الموضوع ما فيش فيه رابط لكنها في الآخر هتبقى قدامك السلع عروضها وطلباتها من الممكن تعملي عقود بسهولة بأسعار تكون مفيدة لكنها في الآخر هتشتغل طبقا برضو للأوضاع العالمية وكل البورصات السلعية هنشتغل ازايهم كلما في الأمر هنضيف بورصة إلى هذه البورصات بحيث يعني ده ممكن كمان يساعد حتى كمان في سوء الأسهم برضو أنه يبقى فيه نظرة إلى السوء الأسهم بالنصرية إلى جانب سوء السلع شكرا جزيلا لك سيد عيسى فتح العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية كنت معي مباشرة من القناة